اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقع الانتصار صباح الخير من الاخبارية السورية لكل اللي ينضموا لألنا حضروا فنجان القهوة فهو الصباح بابتسامة لطيفة خلوا الامل والتفاؤل مفتاح يومنا اكيد فقرات عديدة ومتنوعها ضمن برنامج ان شاء الله نقدر نحق الرسالة اكيد ما مننسى التحية الدائمة لرجال الحق رجال الله في الميدان ابطال الجيش العربي السوري ابطال الزمان والمكان الله يحميكم والله ينصركم وينما كنتوا بدي ارجع صباح على زينة ويسعد صباحك يسعد صباحك سالي يمكن مثل ما قلتي بهالاجواء الربيعية الحلوة والدافية اكيد من بعد هالشتاء القاسي اللي مرأ علينا ان شاء الله بيكون هذا اليوم بيحملكون كل السعادة والنشاطة والامل وين ما كنتوا عم تحضرونا او تتابعونا حتى بأي مكان كنتوا في عم تمارسوا حياتكن اليومية نتمنى اليوم صباحنا يحمل معه اخبار كتير مهمة وفعلا رح يكون في عنا ضيوف اختصاصيين حتى نحكي بفقارات بتهم كل الشرائح الاجتماعية واكيد رح نبدأ كل هذا الشيء لكن قبل رح نروح ونتعرف على كتير من الاحداث يمكن سالي صارت بمثل هاليوم خلينا نتابع سوا اليوم ادعش ادار كتير من الاحداث تسجلت بتاريخ هاليوم قراءة سريعة لذاكرة الايام مثل اليوم من عام 1985 ميخايل جورباتشوف يتسلم قيادة الحزب الشيوعي السوفيتي وبعام 1996 انتخاب هاورد رئيسا لوزراء استراليا وبعام 2004 انفجار في قطار اسباني في مدريد يوزي بحياة 190 شخص وإصابة 1800 وبعام 2011 زلزال قوي قبالة السواحل اليابانية بقوة 8.9 على مقياس رختار ومن الشخصيات اللي ابصرت النور بمثل هذا اليوم من عام 1920 نيكولاسا عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل بالفيزياء بعام 1981 ومن الشخصيات اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1820 بن يمين ويست رسام وأكاديمي أمريكي إنجليزي وبعام 1955 عليكساندر فليمينغ عالم أحياء وصيدلة ونباتي اسكوتلندي حاصل على جائزة نوبل وبعام 2002 جيمس توبن اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل بالعلوم الاقتصادية بعام 1981 هاي كانت أبرز الأحداث اللي صارت مثل اليوم إدعش آدار نهاركم سعيد سالي بعد ما شفنا الأحداث اللي بيصارت بمثل هاليوم عنا كمان كتير أخبار طبعا حول العالم منها المنوع ومنها الغريب وآخر الدراسات حول العالم منتابعة بهالتقرير بداية أخبارنا المنوعة لليوم من الزمن الجميل وتحديدا من دار الأوبرا المصرية في القاهرة حيث أعادت تقنية الهولوغرام المطربة أونكل ثوم إلى دار الأوبرا المصرية بعد 45 عام على رحيلة في أول تجربة من نوعا تقنية الهولوغرام المطربة أونكل ثوم في عمر 75 عام شارك اللاعب المصري عز الدين بهدر في مباراة رسمية بدور الدرجة الثالثة وبات على أعتاب موسوعة جنس للأرقام القياسية كأكبر لاعب كرة قدم في التاريخ موسيقى ربما يكون من الصعب العثور على نصيحة علمية واحدة وسط انتشار فيروس كورونا الجديد حيث أن الكثير من المعلومات الموجودة إما تحذيرية فقط أو خاطئة تماما والآن أظهرت أحدث دراسة أجرتها جامعة جونس أن متوسط فترة حضانة فيروس كورونا تبلغ 5.1 يوم ويتعين على مسؤولي الصحة اتخاذ قرارات مهمة بناء على معلومات محددة ومن الجيد دائما دعم هذا القرار بالعلوم وببساطة فترة الحضانة هي الوقت بين تعرضك للمرض وبدء ظهور الأعراض ويحدث هذا عادة قبل الفترة المعدية حيث من المحتمل أن تنتقل العدوى للآخرين زينبو وصلنا لمساحتنا الطبية لليوم وهالموضوع يلي شاغل الناس حول العالم فيروس كورونا من الأخبار يلي تم المبالغة فيها بعضها كان ضروري للوقاية وأخذ الحذر انطلاقا من مبدأ الوقاية خير من قنطار علاج لنحكي أكثر عن هذا الموضوع بصرنا نرحب بيئة دكتورة ميز حوراني اختصاصية أنف أذن حنجرة يسعد صباحك والله يبعد المرات على الكل أهلا وسهلا يسعد صباحك دكتورة يعني هلأ صار حديث العالم مثل ما قلنا الإشاعات لي ممكن أنه يطلق بعض الناس لمجرد بس الرعب خلينا نقول بدون يمكن التحقق من المعلومة بدون معرفة بدون معرفة هو المرض اللي يمكن غازي العالم وراعب العالم هو فيروس كورونا لكن خلينا نحن اليوم نكون شوي هيك منطقيين وعلمين وعلميين ونحكي أكثر أولا الفرق بين فيروس كورونا وفيروس اللي قريب بما أنه العالم خافت أنه كل ما حدا عطس أو هاي بيهربوا هلأ الزمرتين من الفيروس أو المرضين هن أمراض تسيط بالجهاز التنفسي هلأ في فروق بالأعراض يعني هاي الفروق بالأعراض لازم نحن نعرفها مشان نعرف نحن أمتى نحن يعني لازم نروح لعنطبيب بالأحرى نخاف الانفلونزا أو القريب العادي بتكون أعراضه التنفسية العلوية واضحة بينما نحن لو رحنا للكورونا مثلا ما عندي ما عندي وجع الحلق ما عندي سيلان الأنف أعراض الكورونا تتطور بسرعة يعني في عندي صداع شديد في عندي حرارة قوية الأعراض التنفسية السفلية اللي هي أنا السعال سعالها بيكون كتير جاف وكتير قوي التعب والوهن بالكورونا بيكون على أشدة يعني نحن الأعراض العامة بتكون كتير صارخة مثل ما بيقولوا بالكورونا بينما بالانفلونزا العادية بتكون يعني بتتطور بتتطور بشكل تدريجي بتاخد وقتها بس ما بنفس الشدة والسرعة اللي بتتطور فيها أعراض الكورونا نعم يعني دكتورة أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي على السوشال ميديا عم نلاحظ يمكن خلينا نقول الكورونا صارت مثل وحش يعني أو هاجس للكتار صار حديث للبلد هو كورونا ولكن خلينا نحكي بطريقة علمية طبية من حضرتك نعرف الناس شو هو فيروس كورونا الحقيقة الكورونا هي زمنة من الفيروسات أول ما عرفت الأمراضية تبعها هي عرفت بين الحيوانات بعدين شهد أنه فئة منها أصابت البشار هلأ طريقة انتقالة كانت غير معروفة الأرجح حسب النظرية الأرجح أنه هي انتقلت من الحيوان للإنسان هي سميت بالكورونا التي جت شكلها من الكراون التاج هي بتظهر بشكل تاج تحت المجهر الإلكتروني كورونا باللاتيني وهي سبب أمراضية نفسية عند الإنسان هذا هو فيروس الكورونا بكل بساطة بما أنه صرنا عام نتابع كثير أخبار وخاصة من الصين يعني مصدر الفيروس كمان فيه ممكن معلومات أو دراسات قالت أنه انتشار فيروس سأشد من كورونا أكثر فتكا فهل هذا الخبر طور نفسه الفيروس لحتى صار أكثر فتكا من كورونا هلأ بدورة حياة الفيروسات دائما الفيروسات تطور نفسها يعني دائما الفيروسات بيصير عليها طفرة جينية يعني حتى نحنا بمرض الإنفلوينزا العادية القريب العادي خلينا نقول النمط اللي بيكون بالشتوية الماضية غير النمط اللي بيكون بهي شتوية فعلا هاي شتوية حسنة أشهد أكثر من مشان هيك ما أثرت فينا بالنسبة للقاح الإنفلوينزا نفسه اللقاح اللي أخذتي انتي سنة الماضية غير اللقاح اللي رح تأخدي سنة رجائي نتيجة التطور الجيني على الفيروس نعم يعني خلينا أيضا نحنا هلأ نعرف مشاهدينا أنه يعني الكمامة هي مانا كتير شرط ضروري عم نشوف العالم كتير عم عاستيضليات لا تشتري كمامات أكيد السبيرتو البوفيدون وأيضا المعاقمات كون في عالم احتكاكة بيكون يمكن اليومي بالشارع أو عمل المكتبي بيطلب أنه يتعقم إيديا ما دائما فيها بغسل خلينا نحكي عن طرق الوقاية وأيضا من بالغ يعني أنه نحنا نمشي بالطريق وحاطين كمامة وكفوف يعني رح أبدأ معك شغلة شغلة رح نحكي عن الكمامة حسب توصيات منظمة الصحة العالمية ارتداء الكمامة غير ضروري يعني ارتداء الكمامة لا يقي الكمامة فترة استعمال اللي لازم تستعمل فيها أربع ساعات بعدين ممكن تتمزق بعدين ممكن تبلل بالقطيرات تماما هي بتصير مصدر عدوى الحالات اللي بيصير اللي لازم فيها ترتدي كمامة هي الحالات المخالطة لحالات مصابة بفيروس الكورونا مرضى الكورونا نفسهم مشان ما يعدوا أو الطاقم الطبي أو الطاقم أو التمريدي أو أي ناس مخالطين عم يشتغلوا معهم هاي الحالات اللي يجب فيها ارتداء الكمامة بينما أنا أمسك كمامة من الصبح للمساء حتى ويمكن كتير من الكورونا أنا حطيت هيك منبع للفيروسات وحطيته بالكمامة وعمقيمه وحطته منظمة الصحة العالمية أوسط بعدء يعني إجت توسياتها أنه ارتداء الكمامة غير ضروري بحالات الكورونا بالنسبة للوقاية من مرض الكورونا الحقيقة هو مثله مثل الوقاية من أي مرض تنفسي النظافة 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 أولا وأخيرا هذا الشيء يبدأ من عندنا يبدأ من الشخص يعني استخدام الماء والصابون يعني ما لنا بحاجة لتوصيات منظمة صحة العالمية لحتى نحنا نعرف أنه نحنا لازم نغسل إيدينا بالماء والصابون عشرين ثانية نحنا لما نعتص أو نسعل يعني يكون معنا منديل وهذا المنديل كثير ضروري أنه ينكب بعدين يعني ما يضل بإيدنا إذا ضل بإيدنا هو مصدر عدوى ما معنا منديل نصح باستخدام المرفق بتاتسي أو بتسالي هون ليش؟ لأن أنت ما استخدمت إيدك اليد اللي هي رح تسلمي فيها رح تعكلي فيها رح تحطيها على سطح يعني إذا ظهرت عندك أعراض التعب أو الوهن يفضل أنك ترتاح لابتعاد عن الأشخاص المخالطين كونه فيروس الكورونا في نظرية انتقاله من الحيوانات للبشر أوسط منظمة الصحة العالمية كمان بيطاهي البيض واللحوم شكل كتير جيد نعم طب خلينا نحكي شوي هل صحيح أنه مثلا فيروس كورونا ما بينتعل غير عبر اللمس أو بينتشر عبر اللمس أو إذا الاحتكاك المباشر يعني إذا مثلا كان شخص قريبا منه وفيه أعراض كورونا كيف ممكن الشخص الثاني يتبع أسليب وقاية من فيروس هل فيروس الكورونا ينتقل عن طريق القطيرات القطيرات اللي بتصدر من الجهاز التنفسي سواء عطاس أو سعال هيك طريقة انتقال العدوى تماما هاي القطيرات إذا أجت إذا أنت كنت مواجه على شخص مصاب فعطاس أو سعال فوصلت القطيرات وصل الفيروس ضمن هاي القطيرات ممكن يكون السعال أو العطاس مثلا اجعل إيد هاي اللي إيد لمست السطوح مع أنه في جدل أو مو في جدل في عدم تأكيد قداش بيضل الفيروس عايش للسطوح من عدة ساعات لعدة أيام حسب حسب الوضع للوضع السطح الحرارة الموجود فيها حرارة الغرفة شو هو السطح كمية الفيروس الموجودة هذا شيء يختلف من شيء لتاني عن جد هو بيموت الفيروس بدرجة حرارة عالية ما في شيء مثبت ما في شيء مثبت تماما دكتورة البي سي آر التحليل اللي هو تحليل الكورونا أمتى نحن منلجأ له أمتى من روح منحلل في أعراض معينة لاحظ سمح الله الله لاي يعني إن شاء الله ما بيتسجل عنا ولاي إصابة بإذن الله للكورونا ولكن هو ارتفاع حرارة يمكن بيلاحظ الطبيب بشكل في أعراض معينة بتكون مميزة عن القريب العابدي أو عن ذات الرئاية ليس عم يصير اقتلاطات أيضا بين ذات الرئاية أو إشاعات عبر التواصل الاجتماعي إنه لأ نحن عنا كورونا وبعدين بيطلع إنه هذا طريقة يعني في أعراض معينة للكورونا بيلجأ بعدين الدكتور إنه نحن لازم نعمل البي سي آر للمريض خلينا نحكي عنه هلا هذا الشيء كتير مهم وهذا الشيء اللي أثار الرعب وأثار الزعر وأثار الإشاعات الحقيقة ما كل الحالات هي حالات مشتبهة أنا دايما أقول لهم ما حاكل حدا إذا سعل هو مصاب بفيروس الكورونا خلوا هذا الشيء هذا الدور للطبيب حتى الطبيب إنت لما تراجع بالعيادة هو غير قادر يشخص إذا أنت معك كورونا أو لا هو قادر يميز إنك أنت حالة مشتبهة أو لا حتى الطبيب حتى نحن ملزمين إنه نحن نبلغ مديريات الصحة تابعة لوزارة الصحة في الجمهورية العربية السورية حتى تحليل البي سي آر يخضع لرقابة وزارة الصحة وبالتالي لرقابة منظمة الصحة العالمية هذا شيء كثير أساسي لازم نحن نعرفه إذا كل حدا سعال لا ما عملوا لتحليل البي سي آر يصاروا العالم يحكوا في البي سي آر كان لتحليل دم دكتورة في ليجاة طبية مختصة للذهاب لا المريض في دائما بكل شيء بالدنيا في شيء اسمه تسلسلية تراتبية في شيء بالأوبئة اسمه تدرج مثل ما نقول ألف بقت فكطبيب طبعا بياخد الظروف كله يأتي بياخد تطور الأعراض بياخد الحالة اللي إجا فيها المريض بياخد الظروف البيئية يعني هذا المريض جاي مسافر من محل موبوء مثلا كان مخالط لناس كانوا ممكن يكونوا جايين من سفر بياخد هاي الظروف كلها ومهمته هو الإبلاغ فيما بعد مديريات الصحة مديريات الصحة في دمشق أو في المحافظات هي اللي عليها نتقرر إذا هاي الحالة مشتبهة أو لا وهي اللي تتحمل مسؤولية وعلى عاتقها بأنه أخذ العينات للتحليل ما نحن اللي من نعمل التحليل صحيح مو هذا الشيء مو بي سوريا بس على فكرة هذا الشيء عالمي قرار تحليل البي سي آر يعود لوزارات الصحة في كل بلد نعم وأكيد هون من نوه أنه أكيد وزارة الصحة إذا كان في أي إصابة لا سمح الله ما رح تخبي عن العالم يعني هي الإشاعات اللي كانت عم تطلع فهي يعني بتضل إشاعات لأنه صرحنا أنه بسوريا ما عنا الحمد لله ولا إصابة بفيروس كورونا خلينا شوية نحكي كمان انتشر من وحي المجتمع السوري والحكي خلينا نحكي أنه يانسون فيتامين سي شراب ما يدافية هدول الأشياء بأول مناعة وهيك أنت بتحصني حالك ضد فيروس كورونا خلينا نعرف صحة هاي الأقوات ما فيه ولا شيء من هذا الحكي مثبت علميا ما فيه شيء مثبت علميا حسب تقارير وزارة منظمة الصحة العالمية أبدا دورنا كأفراد نحنا بالمجتمع أنا وثالي وانتي دورنا الوقاية الدور يبدأ من الإنسان نفسه الالتزام بتعليم بتعليمات الصحة الشخصية بقواعد النظافة الشخصية ودورنا بانتهي هون بينما تأوية المناعة ما تأوية المناعة هذا شيء ثاني يعني دكتورة مثل ما ذكرت زينب يمكن الاجتهادات الشخصية اللي يقوموا فيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أحيانا بتكون شوية تجارية لبيع الانسون ممكن بدنا نبيعه فمنقول نحن لا تنشبوا يانسون ولكن دائما التعليمات الطبية الصحيحة بطريقة علمية هي التي تفي بالغرض كثير كمان دراسات قالت أنه فيروس كورونا بتعرض له الكبار بالسن أكثر تعرضا الكبار بالسن من الصغار كمان بدك توضحين إذا هذا الشيء أيضا مثبت علميا ولا لا وهل في عالم تصاب عرضة أكثر من عالم هلأ مو أكثر تعرضا الاختلاطات تظهر أكبر عندنا كبار السن نتيجة أنه الجهاز المناعي عندنا ضعف كبار السن بشكل عام يعني عندهم أمراض تانية فرضة ممكن يكون عندهم أمراض القلب ممكن يكون عندهم السكري ممكن يكون عندهم هاي الأشياء الأمراض التي تضعف المناعة بالتالي اختلاطات الأمراض التنفسية وليس الكورونا بشكل خاص حتى الإنفلونزا بتعمل اختلاطات عند المرضى كبار السن وبتعمل ممكن تنزل على صدر وتعمل ذات رئا وإلى استشفاء كونه أنه في عنا نقص بالمناعة بس مول أكثر تعرضا كلها يعطنا معرضين نصاب الفيروس بس 80% من الحالات هي حالات معتدلة الشدة 20% فقط تظهر فيها الاختلاطات وسجلت الوفيات من حالات الوفاة بالإنفلونزا العادي نعم طيب دكتورة خلينا نسأل هذا السؤال كل العالم نسأله في علاج للكورونا هل أصين ممكن بدأت تسيطر على الوضع هلأ يعني إذا لا سمح الله حدا مثلا شخص عنده كورونا فيه له علاج هل يشفى منه حتى الساعة لا يشفى منه طبعا 90% من الحالات شفيت حتى الساعة ما في علاج للكورونا العلاج هو بالعناية الطبية للأخص عندنا ذات رئى الإنفلات التنفسية بس علاج لفيروس الكورونا تحديدا حتى الساعة لك نعم دكتورة ومن الأخطاء الشائعة كورونا هو فيروس ولكن بعض الأشخاص عم يشتروا أنتبيوتك ومضادات حيوية لي يمكن ما بتقتل الفيروس هي ممكن تقتل الشغلة تانية فكترة الأنتبيوتك تماما يعني صار أنه أي حدا بفوت هو التهاب مع أنه يعني هو حرام ينبع بهذه الطريقة هاي الحالة اللي نحنا منعانية مو بس مع كورونا منعانية بكل شي أمرات تنفسية لما يكون المسبب هو فيروس الفيروس لا يتأثر بالمضادات الحيوية أبدا لا يعني لا دور للصادات الحيوية نهائيا في علاج لا فيروس الكورونا ولا أي فيروس آخر نحتفظ بالمضادات الحيوية لعلاج الاختلاطات في حال ثبت أنه فيه سبب يعني فيه اختلاط جرثومي صار يعني نحنا عم نعمل استخدام خاطئ للأنتبيوتك عم نعمل مناعة عم نعمل مقاومة بالحالات يلي بيصير فينا فينا بدنا هذا لعلاج شيء معين عم لأي ذرار مقاومة من الجراثين متجرة الاستخدام العشوائي للصادات نعم طيب دكتوريا قد يمكن خطر أنه مثلا الواحد من عنده يوسف يمكن مضادات حيوية أو كذا حتى ويأخذها هيك من دون وصف الطبيب وبس لا يكون هيك يحسن حاله ما بتأزي الجسم إذا ما كان بيكون عم يضر حاله وما عم يستفيد شيء نهائيا أبدا يعني لا هو لا هو أخذ وقاية لأن المضاد الحيوي ما أنه وقاية أصلا من الإصابة بأي شيء ولا هو عالج وهو ضر نفسه وهو ضرنا نحنا بشكل عام يعني بالنهاية الضرر بيصير على المجتمع بشكل عام نعم يعني دكتور إن شاء الله يا رب هيك من خلال لقاءنا معك يعني زينب إن شاء الله هيك العالم شوي برد قلبها ارتاحت ما بقى كتير خافت إن شاء الله تكون هذه المعلومات العلمية دكتورة قدرنا نحنا نوصلها لمشاهدنا ونتمنى الصحة والسلامة للجميع ونتشكر وجودك اللطيف معنا شكرا كتير شكرا إلك دكتورة وأكيد إن شاء الله هي المعلومات كل العالم يكونوا هيك يأخذوا مننا الفائدة شكرا لوجودك إن شاء الله الصحة للجميع يا رب أهلا وسهلا فيك أهلا سالي من الروح على جولة على أبرز الأحداث الثقافية رح نبدأها من دمشق بعد نجاح مهرجان برج وبحر والبحر الثاني الذي طبعا أقيمه بترطوس بشهر تشرين الأول الماضي وخصص للاحتفال بالموسيقى رزياد الرحباني بمشاركة موسيقيين سوريين أعضاء بفرقته احتفلوا بمسرح الدراما بدار الأسد الثقافي والفنون مساء طبعا الأمس بأمسية كورالية بعنوان كورال حنين صافيطة يغني زياد الرحباني بقيادة الموسيقي ماها الروسية خلونا نتابع رومية خلونا نتابع طبعا أجواء هذا الأحتفال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة وأشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نتابع اشتركوا في القناة اتقل لي من ما يسري يا رب يا رب يا رب جزري يضلك صلي يا رب 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 موسيقى موسيقى سننتقل إلى دمشق حيث كرمت رئاسة جامعة دمشق أربعة من ذوي طلابها الشهداء ومنحتهم شهادات تخرج فخرية من الكليات التي درسوا فيها في إطار حرص الجامعة على تكريم أسر شهدائها من طلاب وعملين وتقديم كل الدعم اللازم لتسيير أمورهم تفاصيل أوفار صدتها كاميرا الإخبارية السورية مع زميلتنا ميسان حمدان موسيقى موسيقى كرمنا مجموعة من الطلاب من شهداء الجامعة من الطلاب يلاستشهدون مناطق مختلفة وبظروف مختلفة فمنحرص بالجامعة دائما على منحهم شهادة تخرج فخرية تصدر بقرار من مجلس جامعة دمشق ومبلغ مالي يعاني رمزية لزوي الشهيد فالموضوع هذا نحن درجنا عليه وإن شاء الله يكون هذا آخر تكريم يتوقف سيل زف الشهداء لأن إن شاء الله سوريا منتصرة وإن شاء الله نحن بربع الساعة الأخيرة من الانتصار الوطن بحاجة لتضحيات يعني كأنه عسكري ولا مدني ولا غيره فنحن يجب لا نستسلم يعني يجب أن نكون أقوياء معنويا جسميا ضائيا وبنشكر الاهتمام اللي أولته الجامعة يعني نشكر رئاسة الجامعة على هذه المبادرة وعلى الاهتمام ونعتبر أنه نحن بعدنا يعني موجود إضاحة لما بتكون في اهتمام وفي مين يسأل عنا بعد هذه نعتبر أننا موجودة والله يرحم الشهداء ويرحم شهداء الوطن ويشف جرحانا جميع يا رب مشكورة رئاسة جامعة دمشق لهذه المبادرة الطيبة والحلوة والكريمة طبعا نحن نقول الله يرحم جميع الشهداء مدنيين أو عسكريين ويشف الجرحى جميعا والنصر قادم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر التالية من المركز الوطني للفنون البصرية اللي عم يحتضن مختلف الفعاليات طبعا بنبض الحياة الثقافية بسوريا حيث أقيم معرض للفنان شادي العسيمي تضمن خمسين لوحة بأحجام مختلفة ما بين الجدار الكبير والمتوسط والصغير بتقنيات تنوعت على الحفر على المعدن البلاستيك أيضا في قسم لوحات أليغرافيك ومن الإكريليك على الكوماش في أعمال التصوير وبأسلوب تعبيري يقترب أحيانا من التجريد مع تقشف لوني لصالح الأبيض والأسود تفاصيل أوفا ما نشوفها بالمادة لرصدتها سالي شهر تفاصيل أوفا ما نشوفها بالمكسي قد تفاصيل أوفا ما نشوفها بالمكسي تفاصيل أوفراءكي في المعرض أولاً الفنان الشاب صلوا فترة يعني مضعف 15 سنة عم اشتغل أو شي ما بعض بس لوحاته الزيتية كانت جديدة إلي بآخر لحظة يعني آخر شهر بلش يفرجيني لوحة تينيس أني رأيي ومتلوا بعتلي كل لوحات الزيتية ترعاك بالصور اكتشفته أنه عم ينتج بشكل جداً جدي جدي وقوي وهو حفار والحفارين دائماً أبيض وأسود بيكون بدخلوا شوي لونه غيره بقى في بناء بلوحته بناء بناء قوي جيد يعني بناء إنسان واعي في عندي لغرافيك الأبيض والأسود وفي منهم طبعات ملونة والتصوير منلاحظ أنه فيه أبيض وأسود وفيه لون هلأ اللون لما بيدخل هو بيكون حاجة يعني أحياناً وليس هو أنه لا أنا لازم دخل اللون يعني أنا أحياناً بشتغل عمل ببدأ فيه وبنهيه بالأبيض والأسود وأحياناً بحس أنه عمل بمرحلة معين يحتاج لططش لون يحرض شيء أو يخدم شيء بداخلي ممكن هذا يعني اللمسة الأولى هاي تطلب اللي بعده فأحياناً بنحس العمل ياغ تانى لونياً أو بقي أبيض وأسود ملون موسيقى 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 ومن دمشق إلى محافظة حمص حيث أقام ميتم الروم الأرثذوكس بحمص يوم ترفيه في نادي الضباط ضمن أنشطة ترفيهية تفاعلية تفاصيل أوفا مع أسامة دايوب لأنهم أطفال سوريا يحق لهم الفرح واللعب والحياة أقام ميتم الروم الأرثذوكس بحمص يوم ترفيه في نادي الضباط تضمن أنشطة ترفيهية وتفاعلية قد خلالها الأطفال ساعات من اللعب أدخلت السعادة لقلوبهما اليوم عنا نشاط ترفيه الأطفال نايتم الميتم الأرثذوكسي جمعينهم كلاتهم وبعض ألعاب ومسابقات وهلأ وجبة الغداء اليوم هنا بين أهلهم وناسهم وهذا اللي تعودوا دايماً مننا ومن كل الناس اللي عبترعاهم وتقدم لهم العيناي هدف الفعالية اليوم هي رسم البسمي على وجه الأطفال وهذا أعلى شيء اللي نعمله تجاه الطفل وتجاه اليتيم ومنون نشكر دايماً السيدة الأولى اللي بتخلينا دايماً تعطينا الفرصة لحتى نوزل حتى نكون فرحين مع الأطفال نتشارك معهم فرحتون نتشارك معهم بسميتون نتطلع دايماً نحو الأمل لقدام كان في عنا أنشطة حركية من ضمن الأنشطة اللي هي بتعتمد على الحركة والأنشطة كمان اللي بتعتمد على الزكاة طبعاً ضمن هاي الأنشطة كلها كانت بتعتمد على لحتى أنه نحن نرجع نرجع البسمي لأطفالنا وترجع المحبة ونؤولوا نستقى بيناتون كتير مبسطنا بهذه الفعالية وكانوا كتير حلوة والعبنا وصلنا وإنشاء الله تكون سوريا بخير العبنا ومبسطنا نحن كيف عدنا ووزعونا هدايا تأتي هذه الفعالية ضمن أنشطة تهدف إلى إدخال الفرح إلى قلوب الأطفال الأيتام وتقديم كل أشكال الدعم لهم والاهتمام باحتياجاتهم لتعزيز روح العطاء لديهم وهم أطفال سوريا الذين سيبنون غدها المشرق سالي بمناسبة العيد الذهبي لتأسيس اتحاد الكتاب العرب بسوريا أقام فرع اتحاد الكتاب العرب بمحافظة الحسكة حفل توزيع الجوائز للفائزين بمسابقة أطلق الفرع التفاصيل مع أحمد الحمدوش بمحافظة الحسكة أقام فرع اتحاد الكتاب العرب في محافظة الحسكة حفل توزيع جوائز للفائزين بمسابقة أطلقها الفرع بمناسبة العيد الذهبي لتأسيس اتحاد الكتاب العرب في سوريا بمناسبة العيد الذهبي لتأسيس اتحاد الكتاب العرب في سوريا ارتأت رياسة الاتحاد أن تقيم جائزتين في القصة والشعر على مستوى القطر وعلى مستوى كل محافظة أيضا هذه المسابقة حملت مفاجآت كثيرة أولا الفتيات الفائزات كلهن أو أغلبهن لم يظهر على المسرح إلا هذه المرة بمعنى لم تكن لهم مشاركات من قبل وكشفنا بنتاجهن عن موهبة أدبية تستحق الاهتمام والرعاية الأمر الآخر كما أشرت أن المتسابقات من جيل الشباب وأنهن كنا قريبات من قضايا الوطن وما يجري في سوريا فرع اتحاد الكتاب أكد أن أهمية إقامة المسابقة يأتي لتسليط الضوء على مواهب شبابية صاعدة ترفض الساحة الإبداعية بدماء جديدة طبعا هو شعور لا يوصف سعادة كبيرة كثير بمشاركتي وبفوزي بالمركز الأول يعني هو إجاء تقريبا عن طريق صدفة يعني شفت الإعلان وحبيت أني شارك حبيت من خلال قصتي أني أوثق أحداث مرت بمحافظتي لحتى الأجاري اللي بعدنا تعرفها الشي اللي مرينا فيه ولا شك أن هذه المسابقة كانت قد أثرت تجربة الأدبية وأضافت إليها الكثير وسعيدة جدا بفوزي به الفائزون قدموا بهذه المناسبة مقتطفات قصصية وشعرية منوعة من النصوص المشاركة في المسابقة التي تحدثت عن الواقعية الحياتية وما يعيشه الشعب السوري من ظروف صعبة فرضتها الأحرب الإرهابية عليه أحمد الحمدوش للإخبارية السورية الحسكة وصلنا على فقرة كثير مميزة يا زينب مع هيئة التمييز والإبداع في الكشف عن المواهب بتخص التمييز العلمي التخصصي من خلال الأولمبياد العلمي السوري ومشروعه الوطني الشبابي والعمل على تطوير قدراته وتعزيز مهاراته حيث شاركت مواهب الأولمبياد العلمي السوري بـ 2020 للإضاءة أكثر عن المشاركات وعن الأجواء سنتابع المادة التالية ونرجع لضيفنا بستوديو حدث الأول أو الأهم هو اختبارات الانتقاء للفرق العالمية نحن مثل كل سنة نختار بآخر العام يعني بآخر العام حوالي شهر كانون الأول نختار الفرق الوطنية على مستوى سوريا وبشهر آدار بتكون تدربة الطلاب نختار الفرق اللي بتشارك بالعالمي الآن كل العمبيادات العالمية فتحت التسجيل للفرق ولا تسجيل الدول وبالتالي صار لازم نعرف مين هنه الطلاب اللي صاروا جاهزين يمسلوا سوريا وياخدوا جوائز ويبرهنوا عن تمييزهم العلمي الاختصاصات كلها عندها اختبارات على مدة يومين بعضها نظري وبعضها نظري وعملي ضمن المخابر بالنسبة للكيميا وعلم الأحياء الثاني هو أولمبياد آسيا والمحيط الهادئ للرياضيات هي أيضا مسابقة عالمية بتشارك فيها حوالي 40 دولة ولكن فرقة أنه نحن من كل دولة بتعمل المسابقة من مكان الدولة نفسها ومنبعث أفضل عشر نتائج للإدارة العالمية لحتى يتصنفوا بين كل الدول ونعرف مين هن الأفضل أيضا هذه مسابقة نحن دائما نشارك فيها مستواها عالي جدا وأولادنا أيضا بيجيبوا فيها نتائج حلوة الاختبارات العام هذا كانت كتير قريبة للاختبارات الدولية كان في توجيهات من إدارة هيئة التمييز والإبداع بتدريب الطلاب بتدريبات مكسفة قبل الوصول لها المرحلة فكنا بلجنة علم الأحياء نعمل اختبارات اسبوعية كان هدفه اختباري وتدريبي بحيث الطالب يستطيع بكل أسبوع يكون عنا اختبار بموضوع معين الأيناها فعلا فيها صوبة كتير بس نحنا كمان يعني إن شاء الله إنه طموحات إنه نتحسن بالمرات القادمة نحنا كنا عبارة عن 35 طالب وطالبة 10-11 بكالوريا كان المستوى كتير يعني عالي وإن شاء الله نطمح إنه نستنجا إن شاء الله نحسن أداءنا ونطلع العالمي ونحقق بالعالمي اختبار العلومة بكون عبارة عن 120 سؤال أول 60 سؤال هي عبارة من أختياري إيجابة صحيحة لكل سؤال وال60 الثاني العبارة من 61 إلى 120 هي عبارة من صح وغلط الأسئلة مستوىها عالي لأنه هو اختبار على مستوى آسيا التحضيرات حاولنا نحضر أدما فينا لا يكون أداءنا جيد أسئلة حلوة يعني بس كانت أول مسألة مستوىها منيح والثانية صعبة شوي كان أي تجربة حلوة كتير طبعاً مستوى الأسئلة كان كتير عالي بتناسب مع مستوى وأهمية المرحلة اللي نحنا عم نخوضها الآن طبعاً منطمح لتمثيل سوريا أفضل تمثيل بالمحافل الدولي بعدها المرحلة في المرحلة الدولية نحنا العلوم رح يكون باليابان نطمح أن نكون من ضمن الفريق الدولي لننسيس سوريا ونرفع اسمها بلدنا عالية إن شاء الله ونجيب الفضة والبرونز والدهب إن شاء الله سعلي لنعرف تفاصيل أكثر معنا بالستوديو غدير شعبان عضو باللجنة العلمية لمادة الفيزياء بهيئة تميز الإبداع يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك صباح الخير وهلا سهلا فيكم أهلا وسهلا فيك أستاذ غدير يعني زينب دابعنا المد وكنا نحكي قمنا في عنا تمييز قمنا في عنا إبداع رح نبلش مع حضرتك لنحكي أول شي على المشاركات كيف كانت الأجواء كيف كانت الحالة الحماسية لطلابنا تمام هلا هي السنة هي السنة الـ 14 بتاريخ الأولمبياد بتاريخي التمييز الإبداع هي السنة بالـ 2016 كانت أول سنة هي تمييز الإبداع وهلا هي السنة الخامسة أول رابع مبارح كان عند اختبار انتقاء للفرق اللي رح تشكل فريق المشارك باسم سوريا بالإمبادات الدولية وبالإضافة لهيك كان فيه فريق الراضيات عم يخد اختبار اللي راضيات الأسوي بارح كان وبالإضافة لاختبار الفيزياء والعلم الطبيعية اللي رح تشكل فيه الفرقة مثل سوريا خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن عدد المشاركين كيف التحضيرات عم بتكون لتحضيرهم لتجهيزهم المنافسة كيف هيك ردود الأفعال التجهيزات النفسية حتى لأطلاب المشاركين تمام هلا هو الخط التدريب مستمر هي مستمرة السنة وراء السنة بالشهر 12 أو الشهر واحد صار فيه اختيار فريق الجديد لصفة العاشر فانضام للفريق الوطني مثلا بمادة تلفزيا خمسة عشر فرد جديد وكان في عشرين فرد قديم من الحادي عشر وبالكالوريا صار مشموعا 35 اسبوعيا كنا نبعت لهم تدريبات بيهون انلاين بيحلوها ويقعتوننا ياها مصاححها بنبعت لهم العلامات بيرجعوا بنبعت لهم الحلول برجع بيقعت لهم أسئلة من جاوب عليها فتدريبهم استمر على مدار الأسبوع بس بآخر أسبوعين فينا نقول يعني الأسبوعين ماضيين صار التوتر أعلى بالنسبة لطلاب أنه هلا نحن عن اختبار وبدنا يعني في من أصل هل 35 و 1 بمادة الفيزياء في خمسة بس رايح يمسلوا سوريا وهذا الشي بيين باختبارات مبارح واليوم يعني باختبارات متفتالية كان القلوب خفأت تماما فمبارح كان يعني إسا التوتر أعلى بكتير صباح قبل يفوت على الاختبار بس مجرد ما يدخلوا على الاختبار أول ما يفتحوا ظرف أول ما يفتحوا ظرف الأسئلة يروحوا التوتر ببالشو حل بارح كنا موجودين أثناء الاختبار وكانت يعني لما تشوف الطلاب هي عم تشتغل وعم تبتوب يعني منحس بالفرحة تماما يعني كانوا يقولون لنا زينب الخوف هو علامة النجاح أو هو أنه نحن خايفين لأنه بدنا نحاقق تماما خلينا نحكي شاركنا بآسيا شاركوا طلابنا بآسيا لأي حد الأولمبياد مهم بمشاركات آسيا لأنه نحن نتجاوز ونحضر للمسابقات الدولية هناك معلومة مهمة كثير أن الأولمبياد الأسئلة أصعب من العالمي لسبب أنه معظم الدول يلي بتجيب جوائز دهبيات ومركز الأولى هي عم تكون من آسيا هلو شو اللي صار؟ الفرق القوية ضليت بس عدد الفرق قل فالجوائز بتقل بس لهيك الأسئلة أصعب من العالمي حتى مسال وأصعب طيب خلينا غدير نحكي كنا عم نحكي تحت الهواء لتلي أن أنت كنت طالب قبل صحيح بعدين صرت باللجنة العلمية لمادة الفيزياء صحيح كمان هذا الانتقال هي الخبرة اللي صار عندك ياها قدي بتفيدي اليوم خبرتك وتجربتك للطلاب قديت فيك تعلمهم من أخطائك يمكن أو القصص اللي تعلمتها صحيح كيف عم بتتعامل معهم كونك كنت مارر بنفس التجربة؟ هلا هو بالالفين وداعش لما كان هي أول مشاركة إلي عالمية كانت هي أول دخولي للأولمبياد كانت بيتايلند أولمبياد الفيزياء الفين وداعش فلما نحن رحنا الهوني كنت نصف عاشق نتظير يعني فشفنا فرق أو فرق عالمية اللي بذكره كان فريق إيراني كان الليدر تبعهم يعني الدكتوري اللي جاي معهم هو كان متسابق بالستينات فنحن كتير أنا وقتها كتير لفت انتباه الموضوع وعجبني من وقت تحت هدف بالي أنه أنا إن شاء الله بدي أشتغل حالي حتى أصبح عضو باللجنة علمية فبالفعل هلا بعد تسع سنين هلا نحن في 2020 أنا صرت عضو باللجنة يلي رئيس اللجنة وباقي الأعضاء هنن كانوا أساتيستي وأعضاء اللجنة لما كنت في 2011 هلا بصير أنه أنا بمأنني خط التجربة فأعرف شو الأخطاء اللي وقعت فيها بعرف المراحل بعرف شو هي طريقة التخضير الأفضل راح تخطي جربة عالمية باعرف أنا شو التوتر ممكن نصيب لأنه نوع التوتر الموجود بالاختبارات العالمية مختلف عن التوتر موجود باختبارات الجامعة العادية أو المدرسة السبب أنه مثلا أنا بطلع عيميني بشوف واحد مثلا صيني أنا ممكن خاف يعني مبارح في طلاب قلولي أنه نحن خايفين من جو التوتر أنه نحن موجودين بقاعة في مئة طالب من خاف قد ألعب أيضا من وحسب Mutta العالمي أنه العالمي يت carveوا في توتر يعني أن أن نعرى مثلا من نفس الوقت أحد تشتهد أفريقيا وقال أحد أحد أمريكي فممكن أن أرتعب أكثر فF Quando نحدث عنacco للطلاب عند اشعراتنا bacteria sait qué 不omогان تؤدي أن يخفر التوتر هذا الحيات يساعدون الطلاب ما هو بالأساس هو دفنا دائما الطموح دائما الحلم يعني حضرتك طالب وصرت حاليا من الأعضاء أكيد دائما اللي بيحطش بيعينه أكيد بيوصل له خلينا نحكي عن مشاركاتكم بالـ 2020 وين رح تكون وبأي دولة يعني بالدول اللي رح تكون فيها طبعا بالـ 2020 في مادة الفيزا رح تكون بليتوانيا مادة الراضيات بروسيا والعلوم الطبيعي باليابان والمعلوماتي بسنغافورة والكيمياء بتركية إن شاء الله يعني يكون مشاركات هذه المميزة طب شو بتتوقع بكونك على احتكاك بتوقع العمر مناسب جدا للاحتكاك ومعرفة حالة نفسية للطلاب شو بتتوقع الإنجازات والمشاركات هذه السنة هتكون في فرق مميزة بمواد عن فرق معينة في حماس لأنه حتى فعلا يحصلوا على الذهبية تمام هلا هو الحماس موجود أكيد يعني ما هو السنة عن سنة عم يزيد إنجازات يعني مثلا إذا منلاحظ الخط البياني للجوائز اللي عم تنجاب من 2010 أو 2010 كنات أول سنة بين جائزة دولية لـ 2019 منشوف كل ما عم يزيد فسنة أكيد يعني الشي متوقع أنه يجد أكثر بكثير هلا بس أنت حكيت شغلة حلوة أنه أنه عمر أنت قريب من عمر طلاب هو الفعل أنا طلاب صايرين أصدقائي أكثر ما أحس حالي أنا أستاذهم تماما يعني بساني بحكوني قبل بيوم أننا متوترين نصحنا حتى يروح التوتر فبالفعل ما بحسن أنه هنون طلابي مثلا فرق بينهم بينهم تسع سنين هو ممكن واحد يحسن كتير مثلا هي أبدا يعني أنا بحسنوا مثل أخواتي نظهر أو أمو نظهر حتى تمام أكيد تمام يعني من خلال تجربتك ومن خلال أيضا يعني دائما عندك خبرة أكثر من الطلاب الجداز يلي هنون متحمسين يلي هنون حابين يحققوا شي لأي حد رح نقيم شوي الرياضيات والفيزياء والعلم الأحياء على جرام ونحكي مثل ما قلتك صديق لقلون قدي أحيانا في جانب نفسي نحن نتجه لقلون ويمكن بالقلوم قاعد العلمي في شيء اسمه أرشاد نفسي لنقدر نحن نعطي ريلاكس هيك للطالب لا يقدر هو يتمم عمله بلا توتر نخفض عنده حالة هذا التوتر حكي لنا قدش هيك أحيانا بصير مناقشات بينك وبينهم أنه هدي روى هيك رحكي لك إن شاء الله صارت معنا مبارح مبارح بعد الاختبار في طلاب طلعوا متوترين فهو شي طبيعي أنه يكون متوترين بعد الاختبار ويكون هناك اختبار الثاني اليوم فالمفروض أنه بارح يرتاحوا فلقي الطريقة الوحيدة أنه لا يفكرون فيها بالاختبار أني أقعد معهم وأسألهم ماذا عنكم نصائح ومقترحات للتدريب أو ماذا ناقصكم وماذا جعلكم حتى يصبح تدريبكم أفضل فهنا من السيارة إلى السيارة فتنا موضوع هو ماذا نفعل بالأيام الجاي فالنسوا تماما أنه اليوم عندهم اختبار بالأخير حدثت ساعة تسعة بالليل وأنا لا أشعر بالوقت أبدا أشعروا أنهم عسانين ويقالوا أن يذهبون ويجبون أن أذهبون ويجبون أن يفكروا أبدا بالأخير مهد أعصاب أهدوا أعصابا لا أتوقع فورا سأخذوا فورا أكيد غدير دعنا نتحدث عن كل الطلاب المتميزين في دراسةهم أمواد مهمة مثل الفيزياء الرياضيات الكيميا المواد العلمية ما الاختبارات الجديدة أو الإجراءات حتى تقبل الطلاب جردود متميزين هل هناك مقاييس جديدة هذه السنة؟ هل هناك حديث على هذا الموضوع؟ هو الشيء اللي يحدث كل سنة وكل سنة يجب أكثر هو مستوى المسائل تصبح كل مرة أعلى كل ما تقرب للمستوى الدولي لا يصبح مسائل فيها فجوة بين مستوى الدولي ولا يصبح فجوة بين مستوى الطلاب فمستوى الطلاب يرتفع سنة عن سنة ونقرب للمستوى الدولي فبالحالة مستوى المسائل يكون أصحاب هل هناك نماذج معينة تعطوهم ياهدر بوا على المصابعات الدولية؟ نعم نحن كل أسبوع نعمل تدريبات الطلاب وهم بالوقت اللي يخلصوا في التدريب ننصحهم أن يجربوا بالمسائل العالمين بشرة فمستوى المسائل كانت بالفعل هذه السنة كانت صعب والسنة كانت صعب ولكن الطلاب كانوا قدع كثير حلو يعني دائماً هذا حافظ لأنه هنين دائماً يتحضروا لكل شيء يمكن نحن نعلم مستوى الأسئلة شوي نعطي الأصعب ليجي بالامتحان الشيء اللي نحسه لا نحن نقدر نحله بسهولة كان هذا أسلوب متبع دائماً لنهيئ طلابنا كمان أنه يقدروا يجاوبوا على الأسئلة وبعلامات خلينا نقول ودرجات عليا معايير معينة نحن دائماً نتبع على استقبال أي طالب أو الطلاب الجدد يعني كمان بدهم يفوتوا بمجال الأولمبياد العلمي نحن نحكي عن الجدد مولي قطع وشوط شو هي المعايير اللي نحن بيخضعوا له شو هي الاختبارات اللي نحن نقول هذين صاروا ضمن التيم الكامل بسبب الشريحة الكبيرة اللي عم يصلي الأولمبياد اللي هي هالسنة كانت 76 ألف طالب جديد صف عشر فمفروض أن يكون في المراحل لأنه على مرحلة واحدة يصبح صعب كثيراً التمييز بين طلاب فتكون مرحلة أولى على مستوى المدارس بتصير بأيلول بداية السنة أو تشرين الأول تجي مسائل مثلاً أسهل ينتقوا مثلاً على مستوى كل المدرسين مثلاً عدد معايد من طلاب بعدين على مستوى مجموعة تربوية بعدين مستوى محافظات يعني هكذا كنا نصنع أربع مراحل بعدين على مستوى سوريا نضاف للفريق الفيزياء مثلاً أو كل المادة عن الحال خمسة عشر واحد على الفريق نجمعها الخمسة عشر واحد مع طلاب سنوات قبل ونخضعهم تدريب لمدة ثلاث شهور لإختبارات هؤلاء يومين لإنتقام فهو المعايد التي تتحدث عنها هي عبارة عن سلسلة من الاختبارات بالإضافة للاختبارات في التدريبات التي عمنا بعتها من المفروض أن طلاب تحلها لا يقصر ولكن على فرض أن هناك أحد لا يشارك في الاختبارات تدريبات الإسبوعية يمكن أن يكون هناك اعتذار منه أنه لا يوجد بكفي معنا ولكن الحمد لله لكل يشارك والكل يتحمص فغالباً الحمد لله كلهم إن شاء الله غدي راتب دعنا نتحدث عن كما قالنا التحذيرات العلمية لنا أن كل أسبوع نتحضرون نعطونا نماذج قبل السفر ما هي الإجراءات للطلاب المنطقين حتى يمثلوا بلدهم بالمادة الفلانية ما هي الإجراءات التي تتبعوها لتحضيرهم نفسياً ومعنوياً قبل أن يحضروا رسالة بلدهم ويخرجوا إلى آسيا هل هو قبل الاختبار دولي الفريق الذي يشارك دولياً هل هنا مثلاً خمسة خمسة من كل فريق هل هو الفيزيا خمسة أنا أحكي لك أن أعضوله جنياً بالفيزيا راضيات ستة العلم الطبيعية أربعة المعلوماتية أربعة والكيميا أربعة لأن المنظمات الدولية مفصلة عن بعضها نحن بسوريا مجموعين بهيئة تميز و البدا مفصلة عن بعضهم فكل واحد عنده قوانينه بالفيزيا مثلاً نحن عنا خمسة هل خمسة هؤلاء قبل فترة تنتب من أسبوعين إلى شهر من الاختبار الدولي بنعمله معسكر تحضيرات عملية وتحضيرات نظرية وأكيد فيه تحضيرات نفسية نعم نعم يعني خلينا أيضاً نحكي زينب عن أجواء الطلاب كيف كانت لنا كان في أجواء حماسية لكن دائماً المنافسة تدخل في طلاب يعني من أعمار مختلفة مثل نحن ما منعرف ولكن دائماً الأجواء بتكون فيها منافسة يعني لو كانوا رفقاء بيحبوا بعض ولكن لا بدون ياخدوا علامة أكثر من علامة هذا الشي هذا مشروع خلينا نقول هي منافسة شرعية منافسة شريفة كيف هيك المنافسات عم بتكون كيف بدون يسبقوا هيك بالعلامات هذا الشيء كتير حلو يعني تماماً بتذكر وقت التدريبات من أسبوعين أو ثلاثة مثلاً أنا أبعد علامة كل طلب لحاله فبالاختبارات الدورية يسألوا فيسألني أنه أنا قديش علامتي أنه أنا قديش ترتيبة فبقلوا مثلاً أنتي تكتبك الثاني مثلاً أول ثالث أول أول فهي قليمين الأول متحمس الشيء اللي لاحظته أنا مبارح وكتير مبسط فيه أولاً مبارح أنه طلاب الفي تنافس بناتون عم مشوا مع بعض يعني هنه رفقات طلاب دائماً دائماً بيكونوا رفقات ولاحظت كمان شغلت عني أنه طلاب صف العشر عم تطلعوا على أكبر منهم سنة على الحادي عشر وعلى بيكولوريا هكي بيشوفون أنهن هنهن محاربين القدامة بيطلعوا عليهم يقول يلا إن شاء الله مصير مثلهم فالجواء هاي بالفعل كتير حلوي أنا كتير مبسط فيها أكيد ومثل ما قلنا دائماً رفقات يعني حلوة الغيرة للشغل مؤكتر أكيد أو للمنافسة الشريفة خلينا نقول شو بتعطينا هيك نصائح أو بتعطي كل الطلاب نصائح لحتى فعلاً اللي حابب بيفوت على الأولمبياد العلمي يتشجع وإذا كان مبدع بشي معين يتشجع وكمان لا الطلاب هلأ اللي رايحين ما قلنا على آسيا لا نفسه تمام هلا بالنسبة لطلاب الجدد فينا قولي اللي السنة الجاي ممكن يشاركو أكيد يعني هو الشغلة الحلوة بالأولمبياد إنه هي ما فيها خسارة أبداً هي دائماً ربح بربح يعني حتى لو طلعت أنا من أول مرحلة فأنا كسبان أنا شفتت عجو جديد وأكيد يعني إذا واحد وصل للمستوى العالمي فهو تسهب كثير خبرات وتتعرف على كثير الشخصيات مثلاً علمية وفات على مخابر حلوة ومن نسبة للطلاعين عالمياً فهدول إلون قاعدات خاصة رح نكفيه كثير أكيد وننصحون شو لازم يساووا أكيد نعم يعني عدة نصائح قدمتها للطلاب يعني ومشاركات عديدة خلينا نسأل قديش نحنا هيدا المشاركات يعني كمان بيكون إلى ترتيب معين بالتحضير لألا يعني مثلاً الفئة اللي رايحة على اليابان والفئة اللي طالع على روسيا دائماً بيكون قبل ما يطلعوا أيضاً في شوية تحضيرات يعني نهيئن نحنا أكتر لأنه هن رايحين على دولة تانية وهن حيمثلوا سوريا سوريا اللي خلينا نقول مرت بحرب قاسية ورغم هذا الشيء طلابه هنين عم بيشاركوا بهدى الدول قديش أيضاً مهم هاي التحضيرات قدي مهم نهيئ الطالب إنه نحنا طالعين على دولة تانية لنمثل هذا البلد يعني عانى حرب تمام هل هي طلاب ما شاء الله عليهم هنون بيعرفوا دورهم كتير منيح بس طبعاً يعني أكيد لابد أنه سيف شوية توجيهات قبل ما يطلعوا هلا في ناحيتين ناحية العلاقة بالحرب مثل ما نقولي الأهل بيلعب دور كتير كبير به الموضوع طبعاً أكيد يعني أنا نشوف كل سنة طلاب تجيب معها أعلام تجيب معها شعاراتنا تجيب معها سوفينيرات مثلاً اللي هي العلاقة بتوراسنا مثلاً نحن نكون عملة صغيرة عملة سورية هاي ناحية الأولى وناحية الثانية في تحضيرات نفسية قبل ما يطلعوا أكيد يعني نوع التقص مثلاً درجات الحرارة إذا في دولة ماطر أو لا هذا الشيء كله بيتم تحضيرها قبل ما يطلعوا وبس يصلوا بيكون فيه معنا يومين قبل ما يبلشوا اختبارات يعني بيطلعوا الدولة يومين حتى تعودوا على الجو وبعدين بيفوتوا بالمنافسة نعم يعني غدير نحنا بننقلكم يعطيكم ألف عافية إن شاء الله موفقين بهذه المنافسة الجديدة إن شاء الله بيرتفع اسم سوريا دائماً على إيدينا الطلاب ومبدعيها مميزيها شكراً لوجودك معنا موفقين كل الطلاب يا رب شكراً شكراً لكم أهلاً وسهلاً فيك شكراً لوجودك معنا شكراً لكم سهلاً أما هلأ سالي من نروح على حماة ونتعرف على معلم أثري مميز جداً أصل العدم رح نشوف التفاصيل بهالتقرير شاهد على الزمن بزخارفه وتراثه تحفة من تحف التاريخ وأوابده الأثرية المشرفة على نهر العاصي قصر العظم في محافظة حماة يقع في أجمل موقع وأروع مكان أثري وطبيعي شارع ببناء القصر الوالي أسعد باشا العظم في عام 1740 كمقر لحاكم حماة مبتدئاً بالقاعة الكبرى التي تقع في الطابق العلوي والإستبل مع مستودع العلف في الطابق الأرضي وفي عصر نصوح باشا العظم تحول القصر من بيت الوالي إلى بيت خاص بالحريم يدعى حرم لك حيث أضاف إليه السلام لك في عام 1780 ليقوم بعده أحمد مؤيد باشا العظم في عام 1824 بإنشاء قبو ملحق بالإستبل ويشيد فوقه جناحاً مناظراً للقاعة الكبرى كما أنشئ أنذاك إيواناً بديعاً وعدة غرف كبيرة مثمنة الشكل في الطابق الأرضي من الحرم لك فضلاً عن حمام خاص بالقصر أطلق عليه اسم حمام المؤيدية موسيقى يمتاز قصر العظم بذخارف الهندسية والنباتية والكتابية الموزعة على الأحجار والأخشاب وبالشمسيات الجصية المخرمة وبأفرة مواضيع الزخارف الخشبية في السقوف والمكتبات وبتنصيق المدميك وجدران كما يتفرد قصر العظم الأثاري بتعدد الخيوط الزخرفية في نوافذه وتميز عن قصر العظم في دماشق بقبته السامقة التي تفرد نفسها على فضاء مدينة حما وبعد أن تم افتتاح المتحف الوطني في حما في عام 1999 خصص مبنى قصر العظم ليكون متحفا للتقاليد الشعبية وهو بمثابة شاهد حي على عراقة التاريخ وهلأ صار الوقت لنتقل لغرفة الأخبار لنتعرف على آخر الأخبار اللي عم تشهدها الساحة السياسية أكيد مع زميلتنا هديل العلي صباحك حلو هديل صباح الخير سالي موجز لآخر وأهم الأنباء بعد هذا الفاصل عثرت وحدات من الجيش العربي السوري على مقرات وورش لتصنيع السلاح وقذائف صاروقية من مخلفات الإرهابيين بريف حلب الغربية هذا وافد مرسل الإخبارية أنه من خلال متابعة تمشيط القرى المحررة من الإرهاب تم العثور على مقرات لتنظيمة الإرهابية وورشتين لتصنيع الذخائر والقذائف الصاروقية بمختلف أنواعها وكميات من المتفجرات في بلدات كفرناها وعويجل وعنجارة بالريف الغربي جدد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كاميل كيلتششدار أوغلو التأكيد على أن أردوغان يتحمل مسؤولية الأزمة في سوريا من خلال دعمه التنظيمات الإرهابية فيها هذا وقال أوغلو أن أردوغان كماشة أمريكية وكل ما فعله في سوريا والمنطقة هو خدمة لمخططات واشنطن مشيرا إلى أن أردوغان تعاون مع الولايات المتحدة لتمويله وتسليحه وتدريب الإرهابيين أصيب فلسطينيان اثنان بجروح جراء اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية دير نظام غرب رامالله بالضفة الغربية هذا وذكرت وكالته مع أن قوات الاحتلال أو الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص الحي على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح وأخيرا استنكرت مفاوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلي الضغوط التي تمارسها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرامية إلى دفعها لتقدم استقالتها هذا وأكد مكتب باشلي أن المفاوضة السامية لا تعتزم الاستقالة وولايتها لا تنتهي قبل العام 2022 رغم الضغوطات والانتقادات التي تعرضت لها من جانب إدارة ترامب التي تستهين بعمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان الموجز انتهى عودة إليك سالي شكرا لك هديل من غرفة الأخبار مكافيين زينب ببقية فقراتنا لديوم وصلنا للختام أكيد الفقرة الأخيرة مهمة كثير سالي وخاصة إذا كان أي عمل أو أي صفاء ممكن يكون في عندك تواصل مباشر مع الناس من الضروري أنه تمتلك مهارة فن الإقناع لأنه ما فيناك تكون متصلتة وتجبر الناس على آراءك وأنه تقتنع الناس بآراءك هذه الطريقة ما رح تخليك شخص سيء بس حتأثر كمان على طريقة عملك بشكل كتير سلبي لنحكي أكثر عن فن الإقناع بالحياة والعمل والأسلوب معنا أكيد الدكتورة أن الساحة تحت استشاري أسري وتربوي سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أهلا صباح الخير سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دائما حياتنا هي مبنية على القناعة وعلى الإقناع وجهات نظر من اختلف فيها ومن اتفق بوجهات نظر تانية مثل ما قالت زينب ما فينا نجبر حدا أو نتصلت على حدا على فكرة نحن نكون مقتنعين فيها ولكن الشخص الآخر له وجهة نظر تانية بداية خلينا نعرف شو هو فن الإقناع وقديش بيتطلب هيك اسلوب دبلوماس الحقيقة فن الإقناع يعني مخاطبة شخص أو جمهور الهدف منه هو تغيير سلوكيات أو مشاعر أو أفكار بإحدى طرق التواصل تماما خلينا دكتور شوي نحكي فيه إقناع عند الناس بيكون فطري وفيه إقناع لازم يكون مكتسب لأنه طريقة الأسلوب الكلام ممكن ما توصل الفكرة أو تقنع الشخص اللي مقابلنا وخاصة خلينا نحكي عن فئة الشباب اللي هلأ عم بيقنعوا بأنفسهم لما يتقدموا لوظيفة جديدة أو منصب جديد فبيحاولوا يعطوا الصورة الأفضل فخلينا نعرف كيف يونا يعطوا هاي الصورة بأسلوب مقنع وواثق من حاله صحيح الحقيقة مثل ما انفضلتي في بعض الأشخاص انه عندهم فن الإقناع بالفطرة من لاحظ موقع ما كانوا أطفال صغار انه عندهم بيحسنوا يقنعوا بحسنوا يحكوا مع أهليهم بطريقة يقنعوهم بالشيء اللي هن بدون يا بالهدف اللي بيحبوا يصلوا له وطبعا الإقناع ليس فقط فطرة هو كمان مكتسب من خلال معرفة عدة أساليب لحتى الشخص يكتسب هالأمور هاي ويحسن وعن طريقها يصل لإقناع الطرف الآخر بالنسبة لفئة الشباب بالطبع يعني هلأ نحن هنن ببداية مشوارهم المهني مثلا او اختيار الفرع المناسب إليهم كمان يحتاج أي أوقات كثير لإقناع الأهل لحتى هنن يفوتوا الفرع اللي بدون ياه كثير أمور بتخليهم هنن على المحك دائما هدفنا بنا نصل له في كتير معوقات عم تخلينا ما نحصل عليه بدي يكون عندهم هالأقناعات حتى يحصلوا عليه لذلك في عدة أساليب عدة طرق لحتى هنن يحصلوا يستخدموها لحتى يحصلوا على الهدف اللي بدون ياه نعم خلينا نفوت بالتفاصيل ونقول نحكي عن الأساليب نفوت بالكلمات ونفوت بالجمل يلي دائما هيدا جمل ممكن تكون عامل مؤثر على الطرف الآخر يلي نحنا حابين نوصله الفكرة دائما ممكن نحنا نحكي كلمة ما عاد يغطناع الشخص منا بالمقابل فينا نحكي كلمتين أو جملة لا هيدا بتفيد ما شو هي الجمل يلي الأكثر إقناعا يلي ممكن ترضي الشخص الآخر بداية حتى الشخص يكون مقنع لازم يبحث عن النقاط المشتركة بينه وبين الشخص الآخر وكمان يختار الكلمات القوية المؤثرة اللي هي إلى أثر عند الشخص الآخر مثل النجاح أمال تفاؤل الكلمات اللي بتخلي الشخص الآخر يوافع على الفكرة اللي عم يطرحه الشيء المهم الثاني كمان حتى نحنا نقنع الآخرين لازم نعاملهم بطريقة حسنة مثال ذلك مخاطبتهم بأسماء الناس كتير بتحب إنه إذا بدنا نتخاطب مع بعضنا نخاطب بعضنا بأسماءنا هالشيء هذا بيرفع من الألفة الموجودة بين الشخصين كمان كتير مهم إنه يكون الفكرة اللي نحنا بدنا نطرحها هي مناسبة للطرف الآخر وليست مرفوضة مية بالمية يعني معرفة هدف الطرف الآخر لذلك نحنا أوقات كتير من نوع بمشكلة سوء تفاهم أو سوء فهم بيننا وبين الآخرين إنه أنا عم بطرح هدف ما والطرف الآخر هو رافضه تماما هالشيء هذا بده يعطي بده يخلي التواصل بيننا وبين الطرف الآخر معدوم لكن وقت يكون في معرفة أهداف الطرف الآخر ونحنا عم ننسجم معها أو نعمل مثل تقارب بينه وبينه هالشيء هذا بيساعد على الأقناع كمان من الأمور المهمة بطريقة الأقناع هي سرعة الكلام أوقات تكون البطء بالكلام مقنع للطرف الآخر أوقات لا استخدام السرعة الزائدة بالكلام الكلام السريع يوصل الفكرة للطرف الآخر ويخليه وافئ أوقات تغيير نمط أو وطيرة الصوت بين الكلمات القوية نقولها بصوت عالي الكلمات الخفيفة أو الكلمات المحببة أو العاطفية نقولها بصوت منخفض تكون وطيرتنا الوقت الكلام العادي على وطيرة وحدة هالشيء هذا بيساعد على إيصال الفكرة بشكل سليم أكتر كمان من الأمور المهمة كثير اللي احنا أوقات اقناع ويخلينا يوقف ما يحصل عليه الشخص هي أنه هذا الشخص هو ليس صاحب مصداقية نحن نكون عندنا رصيد تماما لأنه يكون هذا الشخص عنده رصيد من المصداقية عند الطرف الآخر أي كلام بيقوله هو كلام صدق بينما وقت ما بيكون هذه المصداقية موجودة أي كلام فيه شك ويخليه مراقب لحتى يعرف كلامه صح أو غلط لذلك كمان هذه الشغلة تكون بين الأب وابنه الأبن يقنع أبوه بموضوع ما وهذا الموضوع هذا كتير هدف كبير عند الأبن لكن الأب في عنده شك بهذا مثلا يكذب أو يلف بدور أو مو صادق دائما أو أهدافه مو واضحة أو ما عم يعرف يحدد هدفه مئة بالمئة يجعل الأب عنده على طول شك لحتى يصل للصدق أو المصداقية التامة لحتى يقنع بالكلام كمان الشيء المهم نحن إيحاء بالثقة وقت يكون الشخص واثق من نفسه يوصل فكرته بشكل قوي بينما إذا هو من الأساس ليس واثق من نفسه بيكون أي فكرة عم يطرحها ما فيها الثقة الزائدة بتخليه دائما مرجرجة ما فيها هالقوة هاي كمان من الأساليب الإقناع هي الكلمات الواضحة يعني أوقات إذا كان عم يحكي بطريقة أنه أفهام عليه مثل ما بيقولوا الكلام ما بين الصطور هذا ما بيجيب إقناع بيكون إحنا كلامنا دائما صادق وواضح والفكرة اللي عم نقولها هي اللي بدنا ياها هالشي هاي بيصل للطرف الآخر بقوة الكلام من القلب إلى القلب كتير بيساعد على الإقناع بينما ويكون الكلام مونابع من القلب ما بيصل للطرف الآخر إلى القلب أكيد ويمكن لغة الجسد كتير مهمة بإمكان طرق الإقناع هي اللي بتعطي يمكن النظرة الأولى والانطباعة الأول عن أنه الشخص الواسق الشخص الصادق الشخص يمكن المنفتح اللي بتقبل التواصل مع الآخرين مثل ما عم نقول في أخطاء معينة بيقعوا في الناس اللي بيكتسبوا طرق الإقناع طبعا أكيد الابتسامة بداية الابتسامة كتير مهمة عندما يكون في إقناع كتير الأوقات نحن في مشكلة بيني وبين شخص آخر وأنا بدي أقنعه بوجهة نظري حتى نوصل لحل مشترك ويكون هذا الحل مشترك مناسب إلي مناسب إليه طبعا للطرف الآخر لكن خلينا نقوم سبعين بالمئة من الاستفادة هي تكون إلي ويكون فيه ابتسامة بيني وبينه هالشيء يساعد لإيصال الفكرة بشكل أسهل كمان بلغة الجسد نفسها كتير مهم أنه تكون نحن نتبع الطريقة الصح يعني لازم يكون أنا نقرب بجزعي من الأعلى للطرف الآخر بهالشكل هذا بينما أنا أكون متباعد بيخلي هالشيء هذا بيني وبينه بعيد كتير وفيني وبينه كمان في ناحية كتير أوقات خطوة إلى الأمام بتساعد على إيصال فكرة تكون كتير صعبة بينما خطوة إلى الخلف بتنهي الإقناع تماما تنهي النقاش تنهي النقاش أوقاتا تماما صحيح لذلك نلاحظ أن مشكلتنا نحن الحقيقة بيننا وبين الآخرين حتى ما عم نكون في بيننا هذا التواصل وإقناع الآخرين أو ميصال فكرتنا بشكل سليم هي طريقة تواصلنا الخاطئة بلغة الجسد كمان في ناحية كتير مهمة نحن نخفل عن طرق التواصل طرق التواصل هنا خمسة وليس ثلاثة نحن عنا قناعات أو محتقدات إننا في طرق التواصل هنا ثلاثة هي المرسل اللي يقول الرسالة أو الهدف الذي يريده أو فكرة والمستقبل والمستقبل والرسالة نفسها كافي إنهم هنوان طرق التواصل لدينا أيضا تنتين جانيات الى مكان التواصل أوقات مهم إننا نطرح فكرة فكرة علمية حيث wasn't لا نطرحها بمكان غير مناسب لهذه الفكرة ولا نطرحها بملعب كرة قدم تماما كمان الآخر محور من محاور التواصل اللي هو ردة الفعل استقبال ردة الفعل الفيدباك الأوقات نحن نكون في مرسل جيد تحفيزي إنسان واثق من نفسه عنده صفات الإنسان المقنع جدا المستقبل هو إنسان قادر على استقبال هذه الرسالة الرسالة جيدة مثل ما اتفقنا كلمات قوية لها معنى عنده شيء من هدف الآخر مكان التواصل جيد لكن ما انتظرنا ردة الفعل من الآخر أنا بقول كلمتي اللي بدي إياها ولفه بروح في نقطة كتير مهمة خلينا نحكي فيها هي نبرة الصوت دائما الصوت اللي بيكون واضح بيكون هادئ بيكون أحيانا الصدق هو كمان أحد العناصر إنه إحنا نحكي بصوت هادئ الصوت العالي لأي حد كمان لو أد ما كنا نحنا عندنا أسلوب الإقناع أحيانا نبرة صوتنا هي بتفكس الموضوع كله أكيد لماذا مهم مع هذه الشغلات اللي حكيتون دكتور أنه يكون نبرة صوتنا على وطيرة معينة يعني لا صوت عالي كتير ولا صوت واطي أكيد بداية حتى نحن نعطي قاعدة عامة الصوت العالي لا يوحي بالإقناع ولا يسهو أحد سبل الإقناع بالعكس هو سبل عدم الإقناع كلما كان فيه كلما ارتفعت وطيرة الصوت بيننا وبين الآخر يعني أنه صار فيه حاجز بيني وبينه أنا عمعلي صوتي حتى يصل إلى فكرتي بينما نحن بجوز يكون بيني وبينه متر لكن هو عم يفكر بطريقة مختلفة أنا بدي أقنعه بشيء هالشيء هذا عم يخلي وهذاك الطرف الآخر هو مقاوم جدا وما عم يستقبل هالرسالة هاي أنا عمعلي صوتي لحتى تصل فكرتي معناته انتهى الحديث والنقاش والحوار والإقناع وكلما كان صوتي هو أقرب للصوت الهادئ المنخفض هو بيكون طريقة لأقناع الطرف الآخر لأنه بيكون مستقبل جيد جدا لكن أوقات فيه كلمات قوية إذن أنها بصوت هادئ جدا ما بتصل بكل الزخم تبحى أو التأثير اللي بيخليها تصل بشكل مناسب للطرف الآخر يعني أنا بيجوز يكون صوتي دائما منخفض عم بيحكي بوتيرة منخفضة عم بيحكي بطريقة هادئة مثل ما اتفقنا كلما كان الصوت هادئ بيكون من القلب إلى القلب لكن عند الكلمات القوية لا أنا برفع صوتي وبرجع بيخفضه بعد ما أنهي قول هاي الكلمة لذلك هي تغيير نبرة الصوت ما نكون على وثيرة وحدة الوثيرة وحدة ما بتوصل القناعة بخفض عند لازم انخفاض بعلي عند الصوت العالي كثير يسألونها طيب أين تبدي خفض صوتي وأين تبدي أرفع صوتي حسب طبيعة الشخص كمان المقابل هي طباعة دكتوري حسب تجاربنا بالحياة يمكن في معلومات علمية كثير الناس بعد فوات الأوان لتعرفها ويكون ضيعة فرصة نحن دائما منقول لهم أنه الكلام الحلو بعد تجارب الحياة يمكن بيأثر على الطباع حتى نفسها حتى تتجنبوا كثير من المشاكل بحياتكم إلا من الواحد يعني يقع بمطبات لكن دائما كما قلنا الكلمة الحلوة والإقناع والوسائل الإضاحية لكلام ووجهات النظر هي يمكن أسلم طريقة لكي لا يقع الواحد بهذه المطبات شكرا لك دكتور على كل المعلومات التي أعطيتنا شكرا لك أكيد بدنا نشكرك بدنا أيضا على المعلومات التي فدتنا فيها فدت المشاهدين فيها نقطة أخيرة من حبة نوى عنها أنه دائما الإقناع لازم يكون وجها لوجه العيون بيقولوا العين مغرفة الكلام مضروري يكون الإقناع عبر الهاتف التليفون ولا عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي كل الشكر لك دكتور ونورة صباحنا شكرا كثير شكرا لك سالي وصلنا لنهاية حلقتنا إن شاء الله هيك يكونوا كل اللي شافونا استفادوا أخذوا الفائدة والمتعة من كل الفقرات اللي كانت والأخبار موجودة معنا بالحلقة نتمنى تحضرونا بالإعادة إذا فاتتكن طبعا المباشرة أو اللايف على الساعة 9 تحضرونا بالإعادة الساعة وحدة بالليل أو على روابطنا على صفحاتنا الإخبارية سوريا وصباحنا غير نظلوا بألف خير وأكيد لحمات الأرض والعرض ألف تحية وسلامة وباي باي نظلك بألف خير سالي شكرا كثير لك زينب أكيد إن شاء الله نقدرنا نوصل الرسالة للكم مشاهدينا ضمن فقرات صباحنا لليوم بدنا نتمنى لكم النهار جميل يحمل كل الحب كل الأمل وكل الطاقة الإيجابية نرجع من عيد ضمن فقراتنا الصباحية لليوم اللي كانت عن كورونا نحنا ما بدنا نخاف نحنا بدنا نتبع أساليب الوقاية السليمة إن شاء الله يا رب هيكل صحة بتكون تاج على رؤوسكن وضلوا بألف خير باي